بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كيف حالكم يا رابع افتحوا معاي على درس الاحسان الى الناس صفحة خمس وسبعون خلينا نبلش قراءة الحديث اقرأ الحديث النبو الشريف عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ليالا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام التعريف براو الحديث هو الصحابي الجليل خالد بن زيد الانصاري من كتاب الوحي شهد غزوة بدر وما بعدها وقام عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وتوفي في القسطنطانية تمام؟ هلا الحديث هو بيحكي الهجر هنا معنى ان يهجر اخاه انه يحارب او يخاصم اخاه المسلم سواء كان اخوك من امك وابوك او اخوك في الصف اللي هو زميلك او اخوك اللي بيكون حوالين البيئة عينكم يعني عين بيتكم اصدقائكم اللي حواليكم تمام؟ هلا رح نشرح الدرس بعد ما نقرأ اتعلم لا يحل لا يجوز يهجر يقاتع يعرض يصرف وجهه عنه طيعي افهم معنى الحديث الشريف دع الاسلام الى المحبة والترابط بين افراد المجتمع سبحان الله يعني الاسلام خلونا انه احنا نصير نحب يعني الناس نحب بعض ما نتطوش على كل اشي ما نتحارب على اي اشي تمام؟ وحرم المقاطعة بينهم المقاطعة انه ما بسير انا ما احكي مع صاحبيت اكتر من ثلاث ايام اظن محاربه او اظن انا محاربي صاحبيتي اكتر من ثلاث ايام ما بسير لازم انا خلص اول يوم تاني يوم تلاث يوم كنت زالاني منها بعدين ارجع اصالحة وارضيها لانه هيك احنا عنا الاسلام ديننا الاسلام حكالنا ممنوع احنا نحارب بعض لانه احنا مسلمين احنا مسلمين منحب بعض ومنخف على بعض ومسلمين منعبد الله ممنع صي تمام؟ لما هلا ليش مثلا نحرم الاسلام انه ما نقاطع هيا لما فيها من الفرقة والاذاء والتفكك لما انا اقاطع صاحبيتي هاي ممكن اخلي كل الصف ما يحكي معها اقاطع صاحبي هاد رح اخلي كل الصف ما يحكي معه والاذاء والتفكك ممكن اذيها اضربها او اخلي كل الصف يضربوها التفكك بسير احنا احزاب شلي هون وشلي هون وشلي هون فهذا ما بسير لانه الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل حكالنا انه احنا لا لازم نكون احنا نحب بعض نسامح مع بعض نتسامح اللهم اصلا على سيدنا محمد نتعاون مع بعض أهم شيء أن يكون فيه عندنا التسامح يكون عندنا العفو أن أعفو عنها أني خلص أسامحها أني أنا أطلع قد شي طيبة قد شي حنونة قد شي البنية مسكيني ليش أنا أحاربها أعطيها عذر مثلا كان عملت معي هيك عشان مثلا أخذت مني لبراي عشان يحرم ما محا براي حكت عني أنها مثلا بتحبني وبتهياني أن أكون صديقتها هيك يعني أعطي أنا عذر تمام وإذا قطع المسلم أخاه المسلم فإن الفضلة يكون لمن يبادر بالصلحة أولا آه اللي بيحارب التاني أو اللي بتحارب صحبيتها تمام بيكون الأفضل بينهم اللي بروح بصالح أول يعني مثلا زينة حاربت مثلا ياسمين ياسمين راحت صالحت زينة مع أنه زينة هي اللي بلشت في الحرب بس من اللي بلش في الصلحة شو يسموه ياسمين فعشان هيك بيكون إلها حسنات أكتر من زينة فهمتو ويحرم على المسلم أن يقاطع أخوه المسلم أكتر من ثلاثة أيام يعني ليش بس ثلاثة أيام لأنه أول يوم بتكون معصد تاني يوم بتكون شوية رؤيت تالت يوم بتكون هديت وخلاص وصرت تفكر أنه هذا صاحبك وأنه أي اتنين ممكن يتزاعله بس المهم أنه إحنا نرجع نحكي مع بعض ونضل مع بعض فهمتو طيب هي مدة تتيح للمتخاصمين أن يراجع كل منهما نفسه ويلومها على ما صدر منها بالضبط هاي المدة ثلاثة أيام بتخليك أنه أنت تراجعها لك يا الله يا حرام أنا ضربته ولو ما كان أصدق أضربه يا حرام كانت دي يلعب معي بالفوتبول طب أنا ليش أعمل فيه هيك؟ طب هو دايماً بدافع عني في الكورة دايماً بوقفي يدافع عني دايماً بعطيني الكورة صح؟ اللي هي من تجي تلعبه مع بعض مباراة تمام؟ فمتل هيك يعني أنك أنت تصير تفكر مثلاً في الأشياء اللي كويسة فيه الحسنة أنه طيب أنه حنون أنه بعطيك نص مصروفه أنه بعطيك مثلاً نص سندويجته أنه بيشتري لك شبس على حساب وبصير تفكر في الأشياء اللي منيحة اللي فيه وبترجع أنت تحكي معه وهذا لا يعني أن يهجره ثلاثة أيام ثم يكلمه فالمسلم يعفو عن الناس ويقبل عذره من اعتذر ويسامح وانطرب المسامحة ويحسن إليه يعني مثلاً مجدرولي تقعد ثلاثة أيام ما تحكي معه يعني ممكن من تاني يوم يعني مثلاً يعني اليوم أنا مثلاً حاربته اليوم وبكرة وبعده ممكن اليوم يجيس على الحك ويسامحك لازم تسامحه ممكن بكرة ممكن بعده يعني مجدروري تقعد ثلاثة أيام تمام؟ طي قال الله تعالى والقاظمين الغيث والعافين عن الناس القاظمين الغيث اللي بيمسك غضبه اللي ما بيغضب اللي ما بضرب اللي بحاول قدر الإمكان يمسك نفسه إنه ما يضرب صاحبه إيش ما عمل العافين عن الناس إنه خلاص بيسامحه بتعاون معه بعفو عنه تمام؟ نكمل وكلما عفى المسلم عمن أساء إليه رفع الله قدره وضعف أجره قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة سبحان الله الإنسان اللي بضله يعفو ويسامح ويعني هيك يتعاون مع أصدقائه ويحس فيهم ويحبهم ويسامحهم رب العالمين يعني رح يعطيه أجر عظيم كتير 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 ورح يخلي عنده هيك عزة عزة وشموخ وكبرياء وهيبة يعني هيك يكون بتحس إله هيبة بين الطلاب وقوة شخصية أكتر اللي بيسامح طبعاً أكتر فهمتوا عليه؟ تمام الله ما صلى على سيدنا محمد عندي نشاط اتنين طلابي حلولي نشاط اتنين هاي عندك عندك اختار من الشجرة التي أمامي الثمر التي تؤدي إلى المحبة بين الناس وضحها في سلة الخير ووضعو الثمار الفاسدة في سلة المهملات تمام فانتو بتحط شو هي الثمار كويسة بتحطيها في سلة الخير والثمار الفاسدة بتحطيها وين؟ في السلة الفاسدة تمام وإن شاء الله تكون لكم استفادتم من الدرس وإن شاء الله رح أخصلكم إياه وراح ان شاء الله أحللكم الأسئلة وابعتلكم إياها المرة القادمة وعطيكم العرفية